المطالعة كانت ولا زالت هوايتي وتحدي القراءة العربي دعمني وزعلني أقرأ العديد من القصص اسمحوا لي بداية أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لإتمامكم بما قدمته مدرسة الحبيبة وتلاميذها الأعزاء وأساتدلتها الأجلاء بدأت رحلتنا أولاً بوضع مخطط عمل سنوي حيث تم تشكيل فريق التحدي الذي يضم في عضويته كل طاقم الإداري والتربوي للمؤسسة ثم انطلقنا إلى وضع وإرساء ورشات تربوية وتعطيرية لفائدة المتعلمين ولفائدة كذلك الأساتدة انفتحنا بعد ذلك على مبادرات منها مبادرات هدية كتاب حيث قمنا بجمع مجموعة من القصص من التلاميذ تصدقوا بها وجمعناها وقمنا بتوزيع عدة مدارس منها مدرسة في مدينة مارا ومدارس هنا بمدينة الرباط التلاميذ استفادوا من هذا التحدي حيث أنهم الآن أصبحوا يبدعون في كتابة قصص الكثير من القصص تم إنتاجها وننوي في المستقبل أن نغني بها المكتبة ونقوم بطبعها أجرينا مقابلة مع لجنة التحكيم بالإمارات هذه اللجنة عبرت عن إعجابها بهذا المشروع الذي تقدمت به مدرسة المختار جازوليت أتوجه إلى المغاربة في كل مكان أن يدعموا وأن يصوتوا على مدرسة المختار الجازوليت التي تمثل المملكة المغربية في هذا السباق اسمحوا لي بداية أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لإتمامكم بما قدمته مدرستنا الحبيبة وتلاميذها الأعزاء وأساتدلتها الأجلاء وبصفتي مشاركا في النسخة الخامسة والسادسة من تحدي القراءة العربي أحسست أن المجهود الذي بدلته لم يذهب هباء منطورة وبذلك أصلت مدرستنا إلى الإقصائيات النهائية في مصابقة أفضل مدرسة على الصعيد العربي نرجو من كل المغاربة أن يدعمونا ويصوتوا علينا لكي نصل إلى المرتبة الأولى في هذه المصابقة في إطار المبادرة مشروع تحدي القراءة العربي وهذه المصابقة لقد قمنا بإنشاء لجنة من بين الأطر المؤسسة من أجل خوض غمار هذه المصابقة وكان كل الأطر الطربوية مستعدة للمشاركة في هذه المسابقة وقمنا كذلك بالانفتاح على الجمعيات الأخرى الجمعيات المعنية بمجال القراءة كشبكة القراءة بالمغرب وجمعية جسر وجمعية أباء وأولياء تلميذ المؤسسة من بين المبادرة الأخرى التي قامت بها المؤسسة كذلك هو مبادرة تبرع بقصة قام جميع تلميذ المؤسسة بتبرع بقصص وقمنا بتوزيع هذه القصص على المؤسسات المجاورة من أجل أولا تشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة مستقبلا في مسابقة تحدي القراءة في النسخ المقبلة إن شاء الله وكذلك نقل لهم تجربة مدرسة مختار الجزوليت بهذه المناسبة نطلب من جميع المغاربة سواء داخل الوطن أو خارجه بدعمنا والتصويت علينا لأننا نحن الأفضل المطالعة كانت ولا زالت هوايتي وتحدي القراءة العربي دعمني وجعلني أقرأ العديد من القصص وبفضل هذا استطعت تأليف العديد من القصص والعديد شاركت مدرستنا في هذا المشروع وهي تؤمن كل الإيمان بالوصول إلى المبتغى المراد فركبنا هذا التحدي وكنا قد المسؤولية وبالفعل تطوع تلاميذة مدرستنا كبارا وصغارا إذا قلنا مدرسة ابتدائية فإننا نعني التعليم الأساسي يعني من القسم التحضيري إلى القسم السادس فالكل كان الباب مفتوحا له بأن يشارك وبأن يملأ كل الجوازات التي هي تحت إمرته وهذا التحدي شاركت فيه كل الأطر هو مشروع للمؤسسة ولكن كل فرد من أفراد مؤسستنا كان له إيمان صادق بأن يشارك ووضعنا يدا في يد بعضنا وكنا قد هذا المسؤولية ونأمن من الله سبحانه وتعالى أن يتوجنا وأن يكون الفوز حديثنا وما نطلبه من المغاربة سواء كانوا داخل أرض الوطن أو خارجة أن يصوتوا للمغرب وأن يصوتوا لمدرسة المختار جزوليت لأننا في الحقيقة نرى بأننا قد نستحق هذا الاستحقاق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم التلميذ آدم بوزيت أقطن بمدينة الرباط بجهة الرباط سلاح القنيطرة أريد أن أعبر عن فرحتي وامتناني لوصول مدرسة إلى هذه المرتبة بشكري كل التلاميذ وكل الأستدادة وكل الأطر التربوية ادعمونا وصوتوا لنا من فضلكم ادعمونا صوتوا علينا ادعمونا صوتوا لنا ادعمونا صوتوا علينا ادعمونا صوتوا لنا إليكم جميعا ادعمونا صوتوا لنا صوتوا لنا صوتوا لنا ترجمة نانسي قنقر